عصر عبد الماجد قال ما قاله في الإخوان وأنا أقرأ وأقول لا أملك إلا أن أقول سبحان الله ويخلقوا ما لا تعلمون بيقول إيه حصر عصر عبد الماجد بيصخر من الإخوان ويقول الزمن تجاوزهم خلاص وتحولوا من دور القيادة إلى المتفرج إلى الكنبرس يعني عصر عبد الماجد بيقول على الإخوان دول تحولوا من دور البطولة إلى دور الكنبرس بيقول إيه عصر عبد الماجد ما تجيب ليه ابن الصفحة كتب على صفحته بيقول إيه تتضحرج تضحرج الإسلاميون من قمة الهرم الذي كانوا يقفون عليه ويشترطون أن لا يقترب أحد حتى من قاعدته سوى من صاحب أعلى صوته مرسي سلاس مرات بيقول إن فيه هرم الأخوان قاعدين فوق منه محدش يقرب من الهرم ولا من قاعدته إلا إذا قال وصاح مرسي 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 وبعد أن يسجل تويته وبراءته في الشهر العقاري ثم بعد ذلك يكون بمقدورهم النظر في التماسي لوقوف في قاعدة الهرم ناكسي رؤوسهم ده الإخوان ده هو بتكلم على الإخوان مش أنا اللي بتكلم ده عاصب عبد الماجد يا سلفيين يا جهديين اللي انتم مسمينوا أقسة السنة وأضاف عبد الماجد أقول تضحرجوا حتى صاروا مجرد متابعين لبرنامج معتز مطر ومتفرجين على حملة خبط الحلل الكلام اللي كنت بقولوا من شوية بيقول يعني اللي ولد دول الإخوان دول اللي كانوا قاعدين بطولة بقوا كنبارس قاعدين في هرم ممنوع حد يقرب منه اللي جاء المرسي ويبدأ كذا ويعمل كذا في الآخر تقلصوا كلهم حتى صاروا مجرد متابعين لواحد أرعن أزعرفار مزعور اسمه معتز مطر وأضاف في الوقت الذي يصارع فيه المتكبرون منهم هذه الحملة ويلاحقونها بالسخرية والتشكيك خوفا من أن تنجح فإذا بهم بجماعتهم بقيادتهم برئيسهم الأسير خارج دائرة الاهتمام أو التأثير اتناسه خلاص وقال عاصم عبد الماج ما تجيب لي صورته فاكر ناس به هاد لي صورته يا عم أنا بكالي بالي الساعة يا عم هاد هالي لا أيوه هو ده ده اللي أسد السنة ده الرجل ده أصلا قتل أكتر من سبعين واحد اللي تشايفينه ده هو قتل في أسيط أكتر من سبعين واحد اسألوا من كان معه ده تائب ده مش تائب ده لا توبة له في تقديري لا أتأول على الله حاشا لله لكنه ده بيسموه أسد السنة يا أسد السنة انت بتقول على الإخوان بيقول الناس دي خلاص مخار بقى ترى للي ده من الآخر بقول ترى للي اضحرجوا من أعلى الهرم بقوا في القاع وتقلص كل طموحاتهم بيسمعوا واحد اسمه معتز مطر أزعر أرعا فقر مزعور بقول فريقا ثالثا منهم من الإخوان يعني يعاني من بعض جنون العظمة يشترط عليهم رفع شعارات الشرعية وصور السيد الرئيس كي يتكرم بالصغير بالصفير معهم تحول أحلام الإخوان إلى مجرد الصفير بصفارة معتز مطر أو مجرد الطرق على الحلل مع النساء في البيوت هذه هي جماعة الإخوان أنا بقول تاني انتهى تاريخ جماعة الإخوان الدموي في هذا العصر بقول تاني مع طرقات الحلل ومع صفارات الصفافير شيعت جماعة الإخوان المسلمين وكتبت شهادة وفاتها وتم دفنها إلى مثوه الأخير في أسفل سافلين مع الشياطين والمرتزقة والخاونة والعملاء أقول هذا عن قناعة هذه الجماعة بهذه الأفكار مش الجماعة بس بالأفكار أفكارهم تلوتت أفكارهم تشرمت أفكارهم التي كانت براقة في يوم ما يضحكون بها على خلق الله إن كشف المسطور وباتت هذه الجماعة عارية بلا ورق التوت تسطر عورتهم انتهت هذه الجماعة في خزيان تاريخي بالطرق على الحلل في الحجرات المظلمة انتهت هذه الجماعة بصفافير وتنانير فقط هذه الصفارات لمحاولة إزعاج الذين يعملون لمحاولة نفت نظر الذين يعملون لكن حتى هذه الدعوات للطرق على الحلل التي قالها هؤلاء الغوغائية والصفافير التي أيدها هؤلاء الغوغائية لم تحقق حتى إلا إزعاج هذه العناصر لنفسها أو أبنفسها ترجمة نانسي قنقر